محمد بن المستنير المعروف بقطرب أحد علماء العرب في النحو واللغة والأدب لقبه سيباويه بقطرب لأنه كان يبكر إليه ويسبق جميع التلامذة للأخذ عنه والقراءة عليه فالقطرب دابة صغيرة تدب ولا تفتر أخذ النحو عن سيباويه وعلوم اللغة على البصريين كان قطرب أول من وضع المثلث في اللغة العربية ظهر له كتاب باسم المثلثات وهي منظومات تعتمد فكرتها على الجمع بين ثلاث كلمات في مقاطع متسلسلة يتغير معنى الكلمة فيها بتغير تشكيل حرف واحد يبدأ بالفتح ثم الكسر ثم الضم ألف قطرب المثلثاته نثرا ثم شعرا وجاء بعده ابن زريق الذي رتبها في منظومة سماها مثلثات قطرب ضمنها شرح المفردات يقول قطرب في أحد الأمثلة إن دموعي غمر وليس عندي غمر يا أي هذا الغمر أقصر عن التعتب ويتولى ابن زريق شرح كلماتها فيقول الغمر أي الماء الوافر الكثير الذي يغمر ويغطي الغمر الحقد والطيش الغمر قلة التجربة والخبرة أو الجهل بالشيء لقي نظامه استحسان اللغويين والأدباء حتى صار سنة في القول واتبعه جل من بعده توفي قطرب في بغداد سنة مائتين وست من الهجرة خلال خلافة المأمون تاركاً للمكتبة العربية مجموعة من المصنفات المتنوعة في اللغة والنحو والعروض أهمها كتابه المثلثات والرد على الملحدين في متشابه القرآن